الولايات المتحدة الأمريكية تفلت من إغلاق حكومي واسع بعدما نجح الكونغلس في إخزار قانون تمويل مؤقت للحكومة في اللحظات الأخيرة قرار سيسمح باستمرار الخدمات الفيدرالية لـ 47 يوما أخرى ما يعني إنقاذ رواثب أكثر من أربعة ملايين عامل من التجميد لقد كان الأمر صعبا لكننا نجحنا في تمرير مشروع قانون يسمح لنا بإبقاء عمل الحكومة مفتوحا للأسابيع الستة المقبلة وعلينا أن نفهم سبب وجودنا هنا لقد مررنا أكثر من سبعين من الانفاق التقديري سيكون من شأنه تأمين حدودنا وخفض الانفاق المسرف أعتقد أنه في نهاية المطاف أبقينا عمل الحكومة مفتوحا ووصلنا دفع رواتب موظفين قانون التمويل المؤقت حافظ على سقف الانفاق مع إقصاء المساعدات المالية لأوكرانيا من الميزانية في توجه وضع الأولوية لحماية عمل الإدارات الفيدرالية على توجهات السياسية الخارجية وسط تباين حاد في المواقف بين الجمهوريين والديمقراطيين الآن مثل ما قلت منذ اليوم الأول هذا جسر وحل مؤقت وليس الوجهة النهائية لن نتوقف عن النظار من أجل المزيد من المساعدة الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا الأغلبية في كل الحزبين تدعم مساعدات أوكرانيا وبذل المزيد أمر حيوي لأمن أمريكا والديمقراطية في جميع أنحاء العالم سياسة حافة الهاوية تهيمن على مصار الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية مع تجاوز تاريخي لسقف الدينة وارتفاع غير مسبوق لمعدلات الفائدة وتراجع مخيف للنسبة النمو معطيات تزيد مشقة إرساء قانون توافقي للميزانية دون تقديم تنازلات لمستويات الإنفاق